يا مساء الخير على كل مشاهدين ومشاهدي القناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من جولات ستوديو والأبطال والعاب الصلاة والحقيقة النهاردة جولتنا مختلفة تماما لأنها بطولة هي الأولى من نوعها أو بطولة الحقيقة في نسختها الأولى وده اللي احنا هنتكلم عنه أكيد النهاردة في الستوديو الخاص بينا وهي بطولة طبعا كأس استداية الدولية لكرة اليد بطولة الحقيقة كبيرة بطولة محترمة وهو حدث كبير بأن الحقيقة فترة طويلة جدا ما سمعناش عن بطولة بتحمل اسم مؤسسة كبيرة من أحد شركات ومؤسسات الدولة المصرية يمكن زمان كنا بنسمع عن بطولات كتير بترعاها شركات صناعية بهدف طبعا تجهيز منتخباتنا المختلفة للبطولات القرية سواء بطولات قرية أو عالمية وبعد فترة بترجع لنا بطولات دي من جديد عن طريق شركة استداية واللي كانت حريصة جدا كل الحرص الحقيقة على تجهيز منتخب الأمل لكرة اليد المصرية لأن الدولة دلوقتي بكل أجهزتها الحقيقة بتقول أن الرياضة مسألة أمن قومي وقوة نعيمة كبيرة جدا تقدر تشكل كتير جدا من وجدان وتفكير الناس دايما بنتكلم عن فكرة القوة النعيمة الحقيقة خلينا نتكلم أن الرياضة هي أحد أقوى القوة النعيمة في بلدنا سواء هي أو الفن ولكن الحقيقة أن الرياضة تحديدا مؤخرا شايفين اهتمام كبير جدا وشايفين عطاء كبير جدا من المؤسسات المختلفة من الدولة المصرية للرياضة بكل مختلف بقى الرياضة يمكن زمان كنا بنتكلم أو مركزين أكتر على كرة القدم ولكن الحقيقة شايفين دلوقتي أن العاب الصلاة بقى ليها يعني تأثير كبير جدا كمان على الجمهور مش بس يعني بتحوز على كمان اهتمام الشركات أو المؤسسات المصرية ولكن الحقيقة الجمهور كمان بقى يتابع بشكل جبير جدا وكمان بقى عنده الحقيقة وعي بكل ألعاب الصلاة ولو هنتكلم على كرة اليد تحديدا فهي اللعبة الشعبية التانية بعد كرة القدم وده اللي احنا شايفين وده اللي شركة السادات الحقيقة قدرت أن هي تحققوا في هذه البطولة في نسختها الأولى واللي احنا طبعا كفريق عمل لشاشة قناة النادي الأهلي كنا حرصين أن يكون في إذاعة لكل المباريات اللي هتكون موجودة في هذه البطولة خلينا نتكلم طبعا عن شركة السادات هي شركة أكيد عارفين أن هي رائدة في السوق المصري وكانت حريصة كل الحرص على توفير كل سبل الدعم وتنظيم البطولة دي بشكل مختلف ومحترف والحقيقة منظم على أعلى مستقبل